انا عايز اعرف البطولة اللي احنا بنتفرج عليها دي الشان ولا الكان عشان الشكة هيجني الام ويا ريت ساموليتو جاوبنا على السؤال ده شايف المنظر متع عينك يا فاية يعني من بداية البطولة في الافتتاح وانت بتبص كده هتلاقي الكوبة بتاعت حي القصبة العطيك بسبع بواباته مابتفوش بكده تعال يا سول كينجي من فرنسا غنلنا اي نعم انا مفهمتش حاجة ولكن قال وانتصري في فالجيري وتلاقي جو شاوي وجو كبائلي وموسيقى جميلة جدا وجمهور فالكمبيلت يا عزيزي جمهور فالكمبيلت مش من الافتتاح من بداية البطولة لحد اخر ماتش الماتش بتاع الجزائر واسيوبي الجمهور كامل العدد بسم الله ما شاء الله مش انت يا عم ايتو في الافتتاح معنا قلبي اسود ومش قادر انسى في الافتتاح في الفين اتين وعشرين ايتو جابلك مثلا اسد سري دي ولواحد واخد كرس بربع دينار فوتوشوب هيعمله وبعد كده قالك بس خلاص انا نويت ان انا اقدم في ملف ان انا انظم كاس العالم انت ما تعرفش تنظم شوارع يا ويندي احنا كنا بنلعب في حديقة حيوان والله العظيم كنا بنلعب في غابة كنا بنلعب في زريبة كنا بنلعب في ارض لتصلح للزراع ولكن النهاردة وانت بتتفرج على استاد نيلسون مندلة حاجة ايه ده حاجة متعة حاجة عظمة بسم الله ما شاء الله استاد جميل جدا 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 حتى الكراسي حتى شكل الجمهور الشكل حضاري بسم الله ما شاء الله والبينيس بورتي ما بترميش فلوسها على الارض لا البينيس بورتي اشترت البطولة تعالي يا جزائر عايزين ناخد منك البطولة ونزيع على البينيس بورتي وزيعي يا عم حفيز دراجي النهاردة وانت بتتفرج على مباراة مباراة حماسية كمان يعني بطولة اللعبية تحت السن 23 ولكن كان موجود برضو كوكبة من النجوم فيه جمال بالماضي قاعد بيتفرج على اللعيبة وبيديهم دفعة معنوية فيه رابح ماجر كان فيه صامو الإيتو في الاتتاح كان فيه أمفنتيني فيه متوسيبه وعبالك فيه جميع برضو الكوادن الموجودة في الكرة الأفريقية الجزائر عاملة سبع استادات روعة سبع استادات عظم أي نعم فيهم استادات كانت موجودة ولكن تم التطوير ولكن أنا عاجبني من بداية البطولة لحد دلوقتي فيه التزام من الجمهور الجمهور عايز ينجح البطولة بالسيف كما تقول بالسيف كما تقول والله العظيم الجمهور بيخضر بقوة صوت الجمهور عالي قوي بسم الله ما شاء الله ابتدى الجزائر النهاردة في الشوط الأولاني وما عجبنيش نوعا ما يعني المنتخب الأسيوبي كان بيلعب على الهجمات المرتدة وكان هو الأخطر الجزائر كان بيلعب بتلاتة خمسة اتنين انت بتلعب بخمسة في نص الملعب ليه وعمل اعتصامي عامل ما جيبه جرة عامل لهم اعتصام ليه ومحترمهم قوي زيادة عن اللزوم اي نعم المنتخب الأسيوبي وحارس المرمى اللي اسمه مشيل هو الحارس بتاع المنتخب الأولاني ولكن النهاردة المنتخب الجزائري في الشوط الأول كان بيلعب بتلاتة خمسة اتنين ولكن في المرتدات كان بيلعب بخمسة اتنين تلاتة تلاقي العوافع على الناحية الشومان والعوافع عليكم جميعا وتلاقي مزيان على الناحية اليمين وتلاقي محيوس ولكن انا جابني اللاعب اللي اسمه كاندوسي في الشوط الأولاني وتحس كده ان اللعيبة عمالة تقول لجمال بالماضي انا ممكن العب مكان رمي بين سبعين وانا ممكن العب مكان بيلة وانا ممكن العب مكان بيحرز انت بتقول الكلام دي ليه عالي عشان كان فيه انانية في الشوط الأولاني كل لاعب عايز يجيب هو الجول كاندوسي شطس زيتين وحارس المرمى تقلق وكل حاجة ولكن ما حسيتش باللعب الجماعة اللعيبة عايزة تفرد نفسها اللعيبة مستعجلة جدا فيه توطر نوعا ما ولكن النهاردة ما جيت بوجرها في الاستراحة جاب عيما وغبالك محيوس ولا دكيوس ولا مايكوس وعم أكله طبق الزفتي كان الطبق الزفتي وهضم بساندويتش جارانتيتا بقى عنده جرينتا غير عادية وأعرص الهدف الأولاني في الشوت الثاني وغبالك ولقينا شكل المنتخب الجزائري حلو مزيان بيشوت كرة الحارس المرمى بيصدها لقينا فيه تحولات وغبالك من اللعيبة ولكن اللاعب اللي اسمه باللغضر اللي هو تقريبا الباك اليمين واللعب الثاني اللي اسمه عبدالله ويدوت وغبالك ما كانوش بيساندو فيه الأجنحة وما كانوش بيطلعو في المنطقة بتاعت الهافيس بيس ويحاولوا ان هم يضغطوا شوية وبقى فيه شكل هجومي نوعا ما عجبني برضو اللي اسمه مرزاك مرزاك تقريبا اللي كان في نص الملعب واللعب الثاني اسمه دواري أو داري والله العظيم مفاكر اسمه لعيبة جديدة بالنسبة لي ولكن انا بحاول اكتالي حارس المرمى جندوزي بيشيل هدف في الدقيقة واحد وتسعين وكان هدف مؤكد كان ممكن يحرزه المنتخب الأسيوبي ولكن بيصد الكورة عشان المنتخب الجزائري يبقى الهوأول بست نقاط والمنتخب الموزنبيكي هو تاني بأربع نقاط وللأسف تأكد خروج المنتخب الليبي كنا نتمنى المنتخبات العربية نتكمل وكاننا نتمنى نشوف مصر ونشوف تونس ونشوف المغرب وبخصوص المغرب موضوع المغرب يعني انا انا مش عارف اقولك ايه بس يعني بس انا زعلان حبيتين زعلان من مين زعلان منكم زعلان من مغربة وزعلان من الجزارين بسم الله ما شاء الله هو موضوع يخصكم انتم الاتنين فقط من الآخر من الآخر الكلام ده اخدوا من القلب والله العظيم ناس عملا تقول انت ماتكلمتش ليه انت مش عارف ايه انا ميخصنش حاجة ويش يخصني من غير البلدين من غير البلدين وقبلك تحاول تتكلم في الموضوع وتحاول تميل كفة على حساب كفة والكفة الثانية تحاول ان هم تدعمهم وينشروا الفيديوهات ومش عارف ايه وبتاعه كده يوما ما سيتصالح المغرب والجزائر واي حد حاول يحرد وحاول ان هو يصير الفتنة انت اللي هيبقى شكلك وحش انما الناس عملا تقول لي طب انت ما تكلمتش طب انت مش عارفين انا مالي انا مالي بحاجة زي كده دي حاجة ما تخصنيش وان شاء الله الشعب المغربي والشعب الجزائري بيربطهم دين واحد افتكر بس كده اصل النهاردة دنيا وبكرة اخرى اصل في الاغر كلنا هموت اوالله العظيم لا حكم ولا سياسة ولا كرة ولا اي حاجة هتمسعك فهتقدر تقول كلمة حلوة تهدي الاوضاع بين البلدين اقول مفيش مشكلة مش هتقدر تقول وانت اصلا لم البلد دي ولم البلد دي بقى تخرص اوالله بلع فمك كما يقوله والله العظيم واش بك يا عزيزي انا مش فاهم يعني عمالت اتدخل في كل كبيرة وصغيرة وهنا انا مبذكرش اسماء عارف ليه لسبب واحد لان ما بيتكلمش واحد ولا اثنين ولا تلاتة من بلد واحدة لا دا تلاقي بلاك كتير وواحد عمال يقولك انا شايف مش عارف ايه وانا شايف انا شايف ان انت تخرص انت مالك يا عم ما تقول كلمة حلم فلتاكل خيرا او تصمت سمعنا سكاتك يا عم بالصلاع النبي كنا انا تمنى نشوف المنتخب التنسي ولكن المنتخب الكنسي تقريبا حرم من جولتين او من نسختين النسخة دي والنسخة القادمة والمنتخب المصري هو احنا ما بنحضرش المستقبل ولا ايه حاجة فما عندناش منتخب تاني عجبني اوي المنتخب التاني اللي هو منتخب مجيد بوجره مجيد بوجره عامل شغل حلو اوي والله العظيم في لعيبة ان شاء الله يعني ممكن ان انت تشوفها في كاس العالم الفين ستة وعشرين بيننا تلات سنين بيني وبين الكلام ده تلات سنين لعيبة بتتجهز كويس اوي اي نعم بلعبوا في الدور المحلي الدور الجزائري معظمهم بلعبوا ومش عارب في اتحاد الاعاصمة وغبالك موليدية الجزائري برضو بعض الفرق المختلفة ولكن تحس ان اليهم مستقبل تحس ان العالدي عايزة تثبت نفسها اي نعم هم صغيرين تقريبا في منهم في البكالوريا وفي منهم هم عنده امتحان كمان شهرين وغبالك وفي منهم اللي لسه ما خلص جامعيته او بيدرس وكل حاجة ولكن اللعيبة دي عندها جرينتا وعندها حماس ومستعجلين يعني هي المشكلة ان هم مستعجلين شوية كل اللعيب عايز يظهر كل اللعيب عايز ياخد اللقطة اتمنى الروح الجماعية تجمع بينهم ان شاء الله وتمنى البطولة ان هي تبقى جزارية عندك مباراة صعبة مع موزنبيك علشان تلعب على الاول والتاني يكفيك التعادل فقط وعايز اقولك كمان بمناسبة الحضور الجمهوري في موارات السنغال تقريبا واللي هي الفرقة اللي اسمها اوغندا وعندك الكونغو وكوتيفوار اتباع خمسين الف تسكرة اتباع خمسين الف تسكرة في عزيمة في اصرار من الجمهور الجزائري ان ينجح النسخة دي ينجح النسخة دي لخاطر بلاده حاجة حلوة ولازم نشجع ولازم ان احنا نتضامن مع بطولة الشان اي نعم فيه معظمنا ما بيتفرجش عليها ولا اي حاجة ولكن البينيس بورتجا بتهلك البينيس بورتجا بتهلك شايفة ان فيه ملاعب حلوة بسم الله ما شاء الله اخراج جميل جدا تصوير حلو قوي دخلات للجمهور واتيب وتحماس وتشجيع ومش عارف ايه وفيه برضو ناس على السوشيال ميديا بتحاول ان هي تصطوات في المياه العكرة يلاقي صغرة يلاقي مثلا حركة سلبية يلاقي مش عارف ايه ياخدها للطرف التاني ويقعد ينقل ويقعد يجرس بيها ويقعد يسيح بيها ومش عارف ايه يجيب بيها شوية مشاهدات ويقعد يشحن شوية شعوب من هنا ومن هنا ومش عارف والله العظيم كلنا هنموت اسمع مني والله العظيم فانا خاطيني كما تقولوا الكلام ده وكله انا اهم حاجة عندي ان انا النهاردة اتفرجت على مباراة وبتكلم عنها اما الامور بقى اللي تخص المغرب والجزائر فانا زي ما بقولك وبكررها لك دي حاجة انا مليش داخل بيها انا مصري في الاول في الاخر انا كل انا بكلم فيه محتوى كور فحطوا الامور في وضعه دلوقتي البطولة اسمها الشان بتتلاعب كرة قدم النهاردة في مباراة ما بين الجزائر واسيوبيا بقى احنا طالعين نتكلم على الجزائر واسيوبيا ان شاء الله المباراة القادمة الجزائر وموزنبيك لو ما تتعرضش مع شغلي لان في الافتتاح انا شفت اعادة والله العظيم بسبب الافتنس الى ضروف شغاله للغاية فيه مباراة ممكن احضارها ومباراة ممكن ما احضرش اتمنى طبعا انا فيه سن الله الخليج بكرة غدا طابعا النهائي ما بين العراق واعومان يارب ماكون مخطئ النهائي ما بين العراق واعومان تحي ما بين العراق واعومان تحية كبيرة جدا للشعب العراقي اللي عمل بطولة جميلة في الافتتاح بسم الله ايه الا هذا انا اتفرجت على الافتتاح بتاع كاس الخليج icks العراق حاجة والله العظيم تفتح النفس حاجة تبهر برضو بسم الله ماشاء الله بلادنا العربية حلوة فإحنا اللي بنحارب نفسنا أولا يعني أنت عندك قطر ولكن قطر اكتفت بالتنظيم ولكن عمل التنظيم واو ورائع وجميل في كاس العالم بعدها بتبص العراق بعدها بتبص الجزائر إن شاء الله بعدها تلاقي المغرب يوم 1 فبراير شوف بكم يعني فاضل أسبوعين ولا حاجة 1 فبراير تنظيم كاس العالم للأندية وأتمنى برضو أن حاجة تبقى في المستوى والمغرب قدها إيه المشكلة إن إحنا نحب بلدنا العربية ونفخر بها لا ما عادينا عشان نقض ننتقد ده ونقض ننتقد ده ونقض ننتقد ده أحب أقول لكم أنا برا المواضيع دي كلها